بسم الله الرحمن الرحيم رح يكون درسنا عن DC والAC كل شي بيتعلق فيهم لهؤل الدرسين اتعمدت اشرحهم مع بعضهم لأنهم بيشبهوا بعضهم او مثلا الفرق بينهم بيصير واضح اكتر رح اعمل مثل تايبل لفرجيكم انه وين في بتشبهوا ببعض وين بيكونوا هون اول شي DC هون الAC اول شي شو يعني DC دي يعني direct current طيب شو قصدي فيها بdirect اول شي شو اسمه دي سي واي سي فولتج يعني نمو نكون نحن عم نحكي عن الفولتج مش عن شي اي شي تاني فيش اسم current resistance كذا نحن عم نحكي عن الفولتج فلما اقول direct current معناته الفولتج اللي هي اليو is constant طيب شو يعني constant constant يعني هي سابتي يعني هي يا دايما بتكون plus او دايما بتكون minus هي سابتي بس الAC هي شو اول شي شو منسميها alternating current وشي يعني alternating current يعني الفولتج اللي فيها اليو is variable variable يعني not constant شي يعني variable يعني هي بتكون positive و negative at the same time positive و negative at the same time طيب شي يعني هيدا الحكي لما اقول constant يعني هي as function of time يعني انا كيف ما غيرت بالوقت كان one second two second three second بتضلا اليو نفسه هي زاد لما اقول يو is variable لا صار في عندي كزا يو هون مش اليو سابتي شو معنة هيدا الحكي اول شي انا في عندي في عندي قالي instrument اسمه oscilloscope هيدا oscilloscope هي لعدة استعمالات استعمالها بهيدا الدرس انه هي بتقيس measures the voltage انا عم بحكي بالDC لما وصل مثلا نقول generator generator يعني بكون قصدي انا DC generator فيه او وصل dry cell بالطارية عادي plus minus هوني plus minus جيت هيدا الDC وصلت ع oscilloscope oscilloscope شو هي هي اي لي يعني هيك بيكون شكلها تقريبا يعني هيك شكلها بس لو اوضح لكم الفكرة بيكون فيها شاشة كبيرة هاي الشاشة بيكون فيها مثل graph paper بيكون هوني مربع يعني مثل graph paper هيدا اللي هون بيرمز لي period هيدا اللي فوق اللي هو y axis بيرمز لي الطيب شي يعني period الperiod شو هي الperiod لازم نعرف يعني عادة ال definition بيوضح للشغلة الperiod هي time taken ال time اللي بدنا ايين احنا for one complete cycle for one complete cycle طيب بدنا نعرف شو معنات هيدا الحكي هيدا عم نحكي عن الperiod نحنا وقلنا ال oscilloscope اذا وصلناه على dc generator او وصلناه على dry cell بيقس لي شو measure the voltage ما عندي كذا voltage انا بما انه قلة ال u هي constant معناتها بيقس هو بس volt ال voltage اللي موجودة هون شي يعني كلمة constant positive او negative يعني انا اذا وصلت هيدا لل generator وصلته على هيدا ال oscilloscope رح يطلع عندي على الشاشة خط هذا الخط رح يكون horizontal ورح يكون ممكن يكون من فوق x axis يعني plus بيكون positive وممكن يكون من تحت يعني معناتها شو negative يعني يا positive يا negative مش نيلة المابعض هي constant سابتة وبيكون عندي u وحدة يعني ال oscilloscope انا لما يقس لي dc generator او dry cell ما بيعطيني كذا u u وحدة يعني مسلا بنسميها u ل g بتكون سابت طيب هوني شو الفرق بيناتهم هوني كمان اجا جيد جبت oscilloscope وقلنا oscilloscope شو وظيفته انه بيقس لي voltage بس هوني لانه variable صار في عندي انا كذا voltage بيجي هيدا oscilloscope هيدا oscilloscope كمان شو قلنا عنده عنده شاشة كبيرة هاي الشاشة شو فيها graph paper مثل graph paper هيدا الخط بيرمز للا time او period لانه لنا ال period شو هي time taken for one complete cycle هلا مفسركم شو معناتوا هالحاك وهي دي شو ال voltage اليو نحنا هيدا الخط اللي بيطلع عندي هون لنا هو اليو ليه لانه oscilloscope measures the voltage فانا هوني بال AC voltage بيطلع عندي هيدا الشكل هاك الشكل مثل ال waves هيدا الشكل ليش اسمه variable لانه مرة بيكون positive بينزل لتحت negative positive negative مثلا بيرجع بيطلع positive negative فهون oscilloscope measures شو بيقسلي بهيد الحالة بحالة ال AC عادة ال AC يعني مين هي اللي بتعطيني هيدا الشكل نحنا هون وصلنا dry cell أو DC generator وصلنا على oscilloscope عطتني direct current مين هو اللي منوصلها على oscilloscope بيعطيني هيدا الشكل alternating current هي mainz بأغلب الأوقات mainz شو يعني mainz يعني كهربت لبنان electricity off Lebanon كهربت الدول يعني إذا وصلت على oscilloscope فبيطلع عندي على الشاشة هيدا الشكل هيدا الشكل شو اسمه اسمه alternating sinisodial هاي الكلمة مهمة sinisodial sinisodial يعني هيدا الشكل هلأ هاي كهربت لبنان في عنا اشيه تاني منوصله على oscilloscope بيعطيني هيدا الشكل triangular ما بيهمني بيعطيني قوات في شغلي بوصله على oscilloscope وبيعطيني هيدا الشكل هيدا الشكل rectangular كمان ما بيهمني يعني هلأ نحن بيهمنا هول اللي بيهمنا من هولي اسماء بس انه هيدا على شكل triangle هيدا على شكل rectangle أنا أنا بيهمني غير انه اسمه الخصائص تعولته هي هيدا الشكل اللي هو اسمه sonisodial هو بيسألني what is the type of u yu 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 فبدي يكون يا DC يا AC ولما يكون AC ما نحدد له أنه هو سينيصادي لأنه قلنا فيه أنواع كتير يعني فيه triangular rectangular فيه كمان أنواع تاني فأنا هون الأسلسكوب بتقسلي بعد ما كملنا measures maximum voltage maximum voltage هون يقلنا الأسلسكوب measures the voltage ما في عندي كذا voltage عندي voltage واحدة لأنا constant هون بما أنه variable يعني عندي كذا voltage الأسلسكوب شو وظيفتها بتقيس maximum voltage في عندي instrument تاني بتقيس voltage أي voltage منه effective voltage مين هي هي الفولت ميتر يعني نحنا صار في عندي L10 هيدا الفولت ميتر هيك بتكون بيكون في عندي هون شاشة صغيرة بتعطيني بالأرقام فهيدا الفولت ميتر شو بيقسلي effective voltage الأسلسكوب شو بيقسلي maximum voltage هون الأسلسكوب شو بيقس voltage يعني ما أحدد لليل أنه إلنا voltage constant طيب هون شو maximum voltage فيه إلى قاعدة U maximum هي SV ضرب Y هاي قاعدة للحفظ خلينا بس نفككها لهاي القاعدة إنه شو معناتها عندي أنا U maximum يعني maximum voltage U هي رمز للvoltage maximum voltage طيب شو اليونت اللي لقيلها ما أنا نعرف اليونت سناخد علينا علامات اليونت هي volt طيب SV شو هي هي vertical من كلمة V vertical sensitivity 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 طيب ال Y هني vertical هلأ مش رحوا عن الرسمي واحدة واحدة بس حفظوا لي أسماء vertical divisions هاي اليونت vertical sensitivity شو اليونت اللي لقيلها volt per division اليونت لل vertical division هي division هي ال Y طيب هاي دي قاعد لحتى نفسرها هاي دي على الرسمي كيف هي ال S V من هي ال S V يعني نحنا مثل كأنه هاي دي الرسمة نحنا ما بيعطيناها إياها قصغيرة بيعطينا إياها على الورقة بيجي بيقلي في عندي scale أنا هاي دا ال vertical صح فهو هون هاي دا المربع أو هاي دا division بيجي بيجي بيقلي مثلا 100 volt هاي دا الميت volt per كل division هي vertical sensitivity يعني مثل كأنه scale vertical بهاي دا الرسمة برسمة الأسلسكوب هاي دا اللي جاي هون على شكل هوريزنتل نحن كل ديفجين منسميها هوريزنتل سانسيتيفتي يعني أصدي فيها أنه كل ديفجين مثلاً لنقول قل لي 20 ميلي سيكند يعني صارت هوريزنتل سانسيتيفتي هلا منقول من شو نستعملها بشو نستعملها الهوريزنتل سانسيتيفتي هي 20 ميلي سيكند بس أنا أصدي أنه على رسمة الأسلسكوب فهو بيحط لي هيدا سكيل هيدا سكيل شو معناته الفيرتيكال هي والهوريزنتل هي هوريزنتل سانسيتيفتي في عندي الواي شو هي الواي يعني أنا كم ديفجين عامل لي على الواي قديش ارتفاعه فأنا ببلش من الاكس لعند أعلى نقطة أعلى نقطة هي هون قديش عاملي كم واي مثلاً لنقول هيك مرقمة هو بتطلع عندي الواي هي تو ديفجينز يعني هون بقل له الواي إيكوال لتو ديفجينز بيسألني عن اليو ماكسيموم بس بعوض لياه طيب قلنا الأسلسكوب شو بيقس لي اليو ماكسيموم بيجي بقلي استنتج لي من اليو ماكسيموم طلع لي اليو إفكتف لأنه ما بيكون عاطيني فولت ميتر لنا الفولت ميتر هو بيقس لي الأفكتف فولتج أو يو إفكتف من هيدا استنتج لي قاعدة تانية هي اليو إفكتف شو قاعدة اليو إفكتف هي يو ماكسيموم على راديكال تو هاي قاعدة تانية بهالدرس هاي أول قاعدة يو ماكسيموم هون يو إفكتف هون يقلنا كم يو عندي كونستنت اليو إس كونستنت يعني يو واحدة الأسلسكوب بيقس لي فولتج يو واحدة فشو قاعدتها بتكون اليو لأنه نحن هون إلنا الجي وصلنا الجنيريتر عليها فشو قاعدتها مثل هيدا القاعدة هي أس في ضرب الوال هاي قاعدة تعيت الدي سي فولتج ما عنا غير الأس في من هي هو بيكون عاطيني الفيرتيكال سنستيفيتي يعني هي كل مربع قداش هو عفهم بيكون هو عاطيني فيرتيكال سنستيفيتي مثلا هاي دي أس في عاطيني إياها لنقول مية فولت بير ديفيجين هاي دي جيفن بتكون معنا الواي شو هي إلنا المسافة من الأكس لعند أعلى نقطة بما أنه كل النقط نفس الشي معنا أنت بدي إحسب هاي دي الواي لنقول هي مربع واحد فمنقوله الواي وان ديفيجين ومنضربهم ببعضهم بيطلع معي الجوان فبالدي سي فولتج ما عندي إلا قاعدة واحدة بالأي سي فولتج عندي أربع قاعدات هاي أول واحدة يو ماكسيموم هالآد يو إفكتف هالآد طيب خلصنا من الفولتج بعد في عندي بيريد ليه لأنه هو قال لي فاريابل يعني معانتا مثل الطايم عم يتغير ونحنا قلنا البيريد شو هي البيريد هي تايم تايكن فور وان كومبليت سايكل شو يعني؟ وين الكمبليت سايكل؟ لازم نحددها نحنا سايكل يعني كل موجة قديش قديش بتاخد وقت هايدي هي البيريد إنه كل وان كومبليت سايكل قديش بده وقت هو البريد هو الوقت بس وقت لمن؟ اللي بتاخده وان كومبليت سايكل شوفوا الوان كومبليت سايكل أنا حبلش من هون حبلش من هون فمن الأكس أكس بلشت الوان كومبليت سايكل هي هاي بتنزل لتحت على شكل S بتنتهي هون هاي من هون لهون هو الperiod يعني هو الوقت اللي بتاخده الone complete cycle فشو قاعدة الperiod هي الS horizontal ضرب الX هاي قاعدة الperiod طيب بس الdefinition اللي هي الوقت اللي بتاخده كل cycle يعني لحتى تعمل هاي دي الموجة قديش أخدت وقت أخدت ثانيتان ثلاث ثواني أربع ثواني نص ثانية قديش أخدت وقت الSH شو قلنا عنا الSH الSH هي horizontal sensitivity من وين ما نحدد الhorizontal sensitivity من الscale بيكون قاعدة مثلا 20 millisecond في عندي الX شو هي الX النا T هي الperiod شو الunit للperiod بالsecond بما أنه الperiod هو time فالunit اللي قلها بالsecond ال-X شو هي ال-X هي horizontal division هون شو كنا عم نحكي عن ال-Y هي vertical division ال-Y هي vertical division ال-X هي horizontal divisions وليونت اللي لقلها هيك d-IV division أنا ال-X كيف بستعملها؟ أنا قديش أخدت معي السايكل من هون لهون قديش أخدت كم؟ مربع على ال-X axis مثلا نقول 1-2-3-4 من عندهم هو بيكون محدد للرسمة فمنتطلع على ال-X قديش من هون لهون ال-X فطرده أنا بلشت الموجة مثلا من هون فمعناتها بدي أمشي هيك بالموجة هيك اطلع لفوق وصل لهون لعند ال-X axis فال-X هي مين؟ هو عدد كم division من هون لهون؟ هيا من هون لهون هيدي ال-X كم مربع أخدت؟ فهيدي بتكون ال-X حسن مثلا 4 بنكتب 4 division بنحسبها بيطلع معي الوقت لحتى أنه هيدي السايكل ال-complete سايكل كملت قديش أخدت معي وقت؟ أوقات مثلا بتكون أوسع فهي بتاخد وقت أطول أوقات بتكون ديقة على بعضها هيدي ال-wave ديقة بعضها مثلا بتصير هيك ديقة على بعضها معناها تشوق مثلا هي بتكمل هيك بيكونوا كلن قط بعضهم هاي دي الموجة ديقة بعضها معناتها شو تاخد وقت أقل طيب من هاي دي القاعدة بنستنتج قاعدة تانية هي ال-frequency ال-frequency هي 1 على period وال-unit لل-frequency هي HZ HZ يعني Hertz طيب نحنا قلنا ال-definition بيوضح لي يعني بيقدر أفهم واستوعب الحكي اللي عم بحكي فال-frequency شو هي ال-definition اللي قالها هي number of waves عدد ال-waves كم wave أنا معي during خلال a unit time شو يعني قصدي بي a unit time مثلاً إجا قال لي هو إنه كل one second كم wave عملت نحنا هون كنا شو عم نحكي إنه قديش ال-wave الوحدي أخدت معنا وقت أم هو إجا أعطاني one second طيب ال-one second كم wave عملت منا نحسبن فعلى قاعدة ال-frequency هي one على ال-period طيب هلأ في شغل شو نحنا عنا هول أربع قاعدة هلأ في طرده مثلاً إجا شو عمل اللي يعني إذا طلب مني ال-S هي U على Y إذا طلب مني ال-Y هي U على S طيب كمان لل-period عندي مسلس لل-period ال-period فوق هوني عند ال-S H هوني عند ال-X إذا طلب مني ال-S H هي T على X إذا طلب مني ال-X هي T على S يعني حسب شو عاطيني بال-given مفروض إنه يعطيني مثلا هنه ثلاثة واحد اتنين ثلاثة يعطيني واحد منهم يعطيني اتنين منهم طلع الثالث نفس الشي عندي واحد اتنين ثلاثة بيكونوا عاطيني اتنين منهم طلع ال-S H طيب بس إذا حفزتوا هاي بتصير سهل عليكم تطلعوا حيالاً شغلي منهم في عندي شغلي بعد إنه أنا لل-generator شو قلت عنه لل-generator قلت إنه في عندي plus minus لأنه any generator any lamp any dry cell عنده وصلتين عنده plus و minus بيجي السؤال الوقت بيقلي طيب كيف توصلي ال-plus وال-minus على هيدا ال-oslescope نحن مش قلنا في عنده y-axis و x-axis رح فرجيكن عليها هيك مثلاً رح ارسمها هيك لحالة ال-oslescope أنا عندي هون هيدا ال-y axis وهيدا ال-x axis اللي هو هيدا ال-period هيدا ال-voltage بيجي بيقلي هيدا ال-generator كيف وصلتي هوني على هيدا ال-oslescope أنا بقل له أنه ال-plus وصلت على ال-u دايماً لأنه ال-u هي positive وال-minus وصلت على ال-period أو على x-axis لأنه ال-minus على ال-minus عادة هيك بنوصل نحن ال-plus على ال-plus وال-minus على ال-minus طيب فهو شو بيسمي لي هيدا ال-u بيسمي لي ي-y face بيسمي y face يعني قصده منقل له ال-plus وصلناها على y face نرمز لهيك بسهم وال-minus وصلناها نرمز لهيك يا منقل له وصلناها على ground على الأرض مثلاً يا وصلناها حطيناها لكم أو وصلنا minus على minus وال-y face انت به هي plus لأنه أوقات ليش عم بيحكي الحكي لأنه أوقات مثلاً بيقل لي ال-u ال-voltage لما جيد حطيتها بال-voltmeter هيدا ال-voltmeter وصلت على هيد ال-voltmeter طلعي عندي الجواب مثلاً ناقص 12 ناقص 12 شو معناتها الحكي ناقص 12 مفروض هي تطلع بالزائد ليش ما تطلع بالناقص معناتها أنا بيدلني هالشي انه أنا موصلتهم غلط الوصلات موصل ال-plus على minus حطي ال-plus حطي على ground وحطي ال-minus عكستهم أوقات على الرسم شو بيعملوا إذا أنا موصلتهم إذا كان عندي ال-u مثلاً ناقص 12 كيف تطلع معي الرسم بتطلع معي بال-minus من تحت فهو بيقل لي ليش مثلاً ال-u negative بيقل له أنا لأنه horizontal line is downward إذا كانت من فوق هيك هيش بيأكد لي بيأكد لي أنا أنه موصلتهم غلط موصل ال-plus على minus يعني إذا بدي قل لي اشرحي لي إياها على رسمي فأنا بقل له مثلاً نقول هو آي لي عندنا generator هون plus و- لما قال ال-u minus معنا موصلت الغلط مش موصل ال-plus على plus موصل ال-plus على موصل ال-plus على ground على minus يعني وموصل على y face اللي هي plus بقل له هاك موصلين هاك موصلين بقل له هاك برسم ليون هاك بهدى السمبر فهمتوا عليا هيك منكون شرحنا آآ تقريباً يعني خلصت كل الدرس آآ ما فيه شي بعد آآ إن شاء الله ما بكون نسيتش ولا شغلي منهم إذا بالأسئلة أنا وعم بحللكم لأنه ما نحل كل دورات الشامل كل دورات يعني البرافين تعول هايدا الدرس من وراء شرح وأكيد أي سؤال منكون عم نتواصل نحنا ترجمة نانسي قنقر